حظرتك تتابع النقاش والجدل اللي حاصل في المغرب منذ عقود حول موضوع الصحراء وحظرتك ذهبت إلى المغرب أولاً هل تتصور أن الجزائر بإمكان استقبالك في ندوي لنقاش هذه المسألة؟ أبداً أبداً أقولها للتاريخ المغرب أعطى للجزائر وقية البوليساريو درس في حقوق الإنسان وفي الديمقراطية لماذا؟ كنا واضح علىك هناك مناظرين صحراويين من التحيدة رومان معها يعيشون في المعاطق المحتلة التي يدرها المغرب هؤلاء يخرجون إلى الخارج ويعدون بتعابيرهم بكل حرية وديمقراطية ويعبرون عن رأيهم المعارضة للمغرب يذهبون إلى نجاوة الصفر المغربي ويرجعون إلى المغرب كرة ما أحرى نحن فقط من مؤسسة البوليساريو لأننا أعلننا أن هذه القيادة تجاوزت الحد في السلطة ولأنها قيادة عاجزة وفاشلة نزع من نجاوة الصفر حرم أن يدخل لجزائر وحرم أن يدخل للمخيمة إذن فبهذا أثبت المغرب بأنه أصبح قدول الجزائر وقياة البوليساريو فيما يتعلق بحق النسان وبحورة التعبير وبعد عشرين سنة من معارضة قيادة البوليساريو تأكدنا أنه لا أمل في إصلاح هذه القيادة لأن قرارها ليس في يدها لهذا وجدنا أن هالينا الذين يعانوا استدخيان خمسين سنة في المخيمات أصبح ممحلين اثنين إلى ثالثين لهم إما البقاء في الحمادي لما نهايه وهو جحم لا يطاق وإما الحكم الذاتي لهذا دعونا المجتمع الدولي إلى مساعدة المغرب وتشجيعه لتطبيق الحل القابل للتطبيق لهو الحكم الذاتي ليعجي الصحراء ونفق أرضهم ضمن ضمانة دولية في دولة الحق والقانون لما تقوم به البوليساريو حاليا ومن يتسطر ورها ليس للا حكم ذاتيا بأيسا فقيرا حقيرا وخارج الوطن وفق الطراب الجزائر الدعم الإسباني والموقف الإسباني للخير كانت ضربة قاتلة لما تحلو بيقية البوليساريو والجزائر والدعم الدولي للمغرب والحكم الذاتي ظهر جليم في اللجنة الرابعة من خلال مدخلات الدول الكثيرة التي كانت تدعم الحكم الذاتي كانت ضربة قوية لما تقوم به بيقية البوليساريو والجزائر أكدت لهم على أن العالم أعرف على أن النزاع لن ياتي بنتيجة وعلى أن الحل ممكن والمقبول للتطبيق والحكم الذاتي في إطار الدولة المغربية وإذا وقع الحكم الذاتي ويسيرون الصحراويين أنفسهم وأمورهم وشؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لن يبقى أحد في الحمادة إلا الجزائرين الذين نياته الصحراويين سيرجعون إلى وطنهم لأنهم يشاهدون أن أبنائهم يسيرون أرضهم وثرواتهم وخلاتهم إذن كيف أبدل أرضي ووطني والبحري بجاحي من في الحمادة درجة الحرارة في الان 6 و50 درجة هذا تأكد لدى العالم على أن هذا الموقف الدولي الموزحهم ذاتي أكدت وأثبتت عن الحكم ذاتي والحل وحيد القابل للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم هو في الحقيقة يا سيبوت السياسة عملي التكامل في إطار البحث عن ما تريد نحن عارضنا قيادة البوليزاريوم منذ موعد قارب 20 سنة على سلطتها وتسلطها وفسادها وانتهكاتها السارخة لحق الإنسان وحصرتها لنا على ظهر الحمادة 30 عام في وضعات لا حرب ولا سلم ومرقنا منها بلا حمص حاولنا بكل ما ألتنا من قوة عن طريق الاتصالات والوسائل والتعامل المباشر معها إصلاح هذه القيادة وارجع إلى جادة الصواب ودفعها للدخول في موفادات مباشرة مع المغرب بعيدا عن توجيهات وسيطرة الجزائر لكي تجد حل لإنهاي هذا النزاع الذي طال أكثر من اللازم لأنه 50 عام فوجة حملح ماذا ياسر اتأكدنا بعد هذا الإنسان أنه ليس هناك أمل نهائي في إصلاح هذه القيادة لأنه قرارها ليس بيدها وحتى من لا تجبر القيادة يقولون أنه وحدكم تناقشوا يقولون أننا أمرنا ما وفيتنا إلا أبغينا على الحمص لا تدون لأنه عنه باغينه من هذا المنطلق تأكدنا على أنه ليس هناك أمل في إصلاح هذه القيادة لأن أمرها ليس في يدها لهذا قررنا عنه أخذ لعمش عن لعمة عن هذه القيادة بضعية الحالية وفسادها وصلتنا إلى خيارين اثنين إلى ثالثة لهما أحلاهما مر إما البقى في الحمادة إلى ما لا نهاي أو الحكم الذاتي ولهذا قررنا بكل شجاعة على أننا ندعو المجتمع الدولي في خطاب القيت أمام اللجنة الرابعة والعشرين دعوة المجتمع الدولي إلى تشجيع ومساعدة ومعاونة المغرب لتفعيل الحكم الذاتي في الصحراء الغربية لكي يجد الصحراوين أنفسهم يسيرون شؤونهم المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية فوق أرض وطنهم في إطار السيادة المغربية يغير بعض في ديارهم وبحرهم وفي وطنهم وبعيد عن الحمادة وعن جحام الحمادة اللي فيها درجة الحرارة تخطط خمسين درجة حرارية قال حد التضحيات والشهداء متعفقين عن أن أعطينا التضحيات وأعطينا الشهداء لكن السياسي الماهر والممكن واللي يخدم شعبه ووطن وثورته هو اللي يعرف استغلال فرص للتعامل مع الأمور لأن حاليا ما تقوم بقيادة بوليزارو حاليا في المخيمات ليس إلا حكم ذاتيا بأيسا وفقيرا وحقيرا وخارج عرض الوطن وفق الطراب الجزائر إذن علىها ما نطلب ما نبقى الحكم ذاتي أنا أمتكد عن قيادة بوليزارو حتى إلا أبقى الحكم ذاتي ما تقلت وابق عليه لأنه ما هو في مصلحة الجزائر يغير نحن كسحرائي ما نقدم نتمو بالحمادة نصف قرن ثاني نحن نصف رجمال يترحوا يجب أن تكون لدينا السجاعة باش نضحوا المغرب لتفعيل الحكم ذاتي ونوقف المغرب عن حدها الفعلا جدي وبغي فعلا نعد الحكم ذاتي وضح نصف كحل هذا النزاع الذي طال أكثر من لازم فقط مناورة للعب ومواجهة قيادة البوليزارو لأنه إلا عاد المغرب ينتظر من قيادة البوليزارو أنا توقع لكم ذاتي سينتظره طويلة إذن إلا عاد المغرب جدي فعلا يحل هذا النزاع عليها أن يفاعل للحكم الذاتي ويحص الصحراويون في المخيمات وفي الخارج وفي موريتانيا وفي أي مكان على أن أهلهم وأولادهم وأقاربهم يسجروا الصحراء اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا فبالتالي ماذا لا يبقوا في أشمعه لهم أهل الصحراء الحقيقة لهذه الصحراء ويختيروا يعيشوا افترابهم ووطنهم وحد أجدادهم وحد البحر الفلسطينيين لأطاووا أكثر من خمسين سنة وكانت شعارتهم تحرير الأرض والإنسان ورمي الصهاينة في البحر نهاية المطاف عارفوا عن ذلك مات فصالح وحداهم قبضوا ما أقل من حكم ذاتي في الضفة الغربية وفي غزة تحت السيادة الإسرائيلية تحاصرهم وتعضل في من اللي بغاك يا غيرب عاد قبضوا القبض وعادوا يقووه ويمتنوه ويقبضوا له الاعترافات وعادوا قبضوا يهدوهم بأسلحة في غزة وعادوا تهدد إسرائيل غير تمد في الحمادة إلى ما لا نهاية ليس هناك أمل ولا وفق للحل فهذا بالنسبة لي جريمة حق لإنسان الصحراء وتتحمل المسؤول لتاقيات البوليزان والجزائر والأمم المتحدة والضمير العالمي إذن يجب أن تكون لدينا الشجاعة من المدوعة وعرفين عن المات لخالك عن الوضعية عن الوضعية السياسية الحالية في المنطقة وعن الصراعات الدولية وعن النزاع بين المغرب والجزائر ولأن فشل وعجز قيادة البوليساريو أوصلنا إلى هذو الحلين اثنين الذي لا ثالثة لهما إما البقى في الحمادة إلى ما لا نهاية الحكم ذاته قال لقل خفوا الضررين خلوا لعمش على اللعمة ندعو ونطلبوا ونقيسوا الحكم ذاته ونجعلوا خطوة ولا نحو خطوات أخرى بدلا من البقين في الحمادة إلى ما لا نهاية هذه وجهة نظر خط الشهيد وجمنا عليها ونقشناها وهو الآخر قررناها ودافعنا عنها في المهم المتحدة واصرحتها اليوم في اللقاء مع قناة الأولى المغربية هذه وجهة نظري وهذه الحقيقة للمنطق حد فعلا بغي لود للممكن والممكن أما حد بغي يعيش على الأحلام والشعارات الررنانة والعنطريات التي ما قتلت ذباب والانتصارات الوهمية اللي نعرف عنها ما هي خالق منه والكلمات والشعارات ونحن عايدون يا أهل العين نحن عايدون وعايدون الكلمات اللي أهلي إشنا بها الناس خمسين عام يالتو يعرف عنه عايش في الأحلام وعايش في التخيلات ويجب أن تكون لدينا الشجاعة كالسياسين أن نعترف بواقعنا من الحق وش عدنا لنعدله لأنقاذ شعبنا من جحيم معاناة خمسين سنة أخرى في أرض نقاح اللي حتى الحيوانات لم تستطع العيش فوقها تحياتي لكم والسلام عليكم الأستاذ والصيبوت والسلام لكل كلنا مرتاني الحبيب ولكل مشاركة فيها ولا تعتبروا فيما قلت لكم معدى التقدير والاحترام والخوف على مصير شعبي اللي يعانيت معاه خمسين سنة من حياتي ونشوفه ماشي نحو الاندثار نتيجة القيادة لا تبحثوا معدى عن مصالحها الذاتية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله هو ليكتفيق ونطمئ لنا دائما نقول اللهم لا تجعلنا من اللي ما بخرش ولا زش والسلام عليكم